تحليل الإيدز وسترن بلوت في الواقع هذا التحليل ليس الطبيب المعالج ولا المريض هو الذي يطلبه طبعاً الشاب عندما يتعرض لعلاقة جنسية خارج إطار الزواج يحصل له نوع من أنواع الاكتئاب ويخاف لا يصيب بمرض جنسي خطير وهو أكثر شيء خايف منها هو فيروس الإيدز وبالتالي يقعد يفكر هل يترى هو أصيب أم لا؟ هل ظهرت عليه أعراض أم لا؟ وبالتالي كل شوية يدور في جسمه في المراية هل يترى ظهرت غدد لنفاوية في الرأبة؟ هل يترى حصل بياض على اللسان؟ هل يترى حصل ارتفاع في درجة الحرارة؟ هل حصل له طفح جلدي على الصدر والبطن؟ هل عنده إحساس بالغثيان أو القيء؟ هل حصلته قشعريرة؟ هل هناك ألام في العضلات؟ كل هذه الأفكار تدور في ذهنه؟ طبعاً يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويندم على عمله ولكن دخل في مرحلة اكتئاب وخوف من المرض هو خايف أن يصيب بمرض الإيدز ترجمة نانسي قنقر